فضيلة الإمام الأكبر الأسادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل في المعاني والأسرار المتعلقة بسم الله تعالى الشكور يقول الله تعالى في سورة فاطر إن ربنا لغفور شكور كيف يشكرون الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه شكر الله سبحانه وتعالى لعباده هو عبارة عن يمكن أن نقول عن أمرين الأمر الأول هو الثناء على أفعالهم وكما نعلم جميعا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة يعني تمدح المؤمنين وقد أفلح المؤمنون يا الذين يقمون الصلاة ويؤتون الزكاة وآيات كثيرة جدا من هذا القبيل يمدح الصابرين برضو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهناك شكر كثير عبارة أو في غلف سناء على أفعال المؤمنين هذا شكر من الله سبحانه وتعالى لكن هناك شكر آخر عملي هذا الشكر العملي في مقدمته أنه يجازي بالكثير على القليل يعني يكون عمل الإنسان قليلا لا أقول قليلا جدا ولكن أقول لا نسبة بين هذا العمل القليل وبين الجزاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للعبد وكأن وهذا نوع من الشكر العملي من الشكر العملي طبعا إلى جوار الشكر النظري اللي ورد في الآيات هناك شكر آخر قد يكون شكرا يعني فيضربون له مثلا بالأعمال القليلة التي يثيب الله أو يعني يضاعفها الله أو يعطي أكثر منها وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى وتقرره وتثبته مثل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف المنشاء والله واسع عليم واضح أن معنى الآية أن عمل الإنسان القليل الذي قد يكون في وزد حبة يلقيها أو يفعلها فالله سبحانه وتعالى يتعهدها بعدين تنبت سبع سنابل وكل سنبلة تحمل مئة حبة مئة حبة فالحبة اللي هي الأصل العمل ده أنتج يعني سبع مئة حبة ففي السواب الله سبحانه وتعالى يعطي سبع مئة ضعف والله يضاعف لمن يشاء بعد ذلك مثلا مفتوحة يضاعف وممكن يعني معنى يضاعف مرة تانية يعني السبع مئة بألف واربع مئة آية طمئن القلب الحقيقة طبعا آيات يعني تدفع الإنسان دفعا لعمل الخير مهما كان صغيرا مهما كان صغيرا وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوي في إناء المستسقي يعني لو تحط له شوية ماية من الدلوي أنت تضلعه وهو معه كوب أو مع أي شيء تفرغ له لا تحقر هذا معروف يعني لا تستهم به لا تستهم به لا تستهم به وأيضا من جاء بالحسنة فلاه عشر أمثالها بعدين اخذ البالك الثاني من جاء بالسيئة فلاوجزة إلا مثلها يعني سبحانه وتعالى برضو ذكر منه آخر كريم كرم لا حدود له يعني لا يستوعبه عقل الإنسان من سعته ومن فرض إكرامه لعبده أيضا من جاء بالحسنة فلاه خير منها كمان كمان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غافور شكور فهذا التزييل هنا برضو الشكر لأنه يزيد في الحسنة حسنا وعددا ومضاعفة وأيضا آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا فالوصف الله سبحانه وتعالى يعني بالشكر في هذه الآية ده طبعا هو معناه الجزاء الكثير على العمل القليل أيضا فقر الدين الرازي يعني كبار علماء التفسير يعني قال لك أنظر تفكر في أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالجنة والجنة معروفة أن نعيمها مقيم أبد الآبدين لا تستطيع هذا يعني نعيم الجنة لا يقاس ولا يقدر هو يعلو على التقدير لأنه أبد يعني كلما افتكرت أن هذه النهاية لا مستمر لا تستطيع أن تتصور توقفا لهذا الاستمرار ده معنى الأبد أنه مستمر الوجود مستمر الوجود فلنقر أفرض أن هذا العبد يعني حتى يعني ملأ حياته كلها حسنات ولفترة مئة سنة يعني ماذا تساوي عمل مئة سنة في جزاء مقيم منعيم مقيم منعيم مقيم ده لا نسبة له على الإطلاق لا نسبة لأنه ده محدود وده لا محدود ولا تستطيع أن تنسب المحدود إلى غير المحدود استحيل كذلك من كفر طوال عمره وأسلم في آخر لحظة من حياته بالضبط وقد ضربوا هذا المثل وقالوا لو أن إنسانا كان كافرا بالله وبنعمة الله سبعين عاما ثم مثلا دخل الإسلام ومات من لحظة فأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة والنعيم المقيم طبعا ونعيم مقيم على لحظة أسلم لحظة واحدة استحق النعيم المقيم اعترف به ورجع إليه واعترف بأنه هو الله الخالق فهذا هو معنى الشكر الإلهي للعباد وهو الجزاء بالكثير على القليل سواء كان ينمي هذا القليل أو سواء كان هذا القليل يعني كل ما فعله هو هذا القليل في حياته